مع بداية الدوريات الخمسة الكبرى ونحن فايتين حاليا على الأسبوع الثاني بعض الجماهير قلقة من انطلاقة النادي الخاص فيها والبعض الآخر نايم بمعنى الكلمة والبعض الآخر بيتساءل وين النادي الخاص فيني من سوق الانتقالات والبعض الثالث بيسألك هل ممكن فريقي انه يعمل شيء بهذا السوق أو بهذا الموسم والبعض الآخر بيسأل أسئلة عامة فلا هيك انت حاليا بتتابع حلقة الأسئلة الأسبوعية ونحن شغلتنا نجاوب عليها بكل يوم جمعة ولو أول مرة بتشوفنا يا صديقي فلازم تشترك وتفعل زر إشارات على الكل لأنه حلقة الأسئلة الأسبوعية هي حلقة بتنزل بناء على بوست الأسئلة الأسبوعية بينزل على انستجرام فيسبوك وكذلك يوتيوب بناخد مجموعة من الأسئلة بجاوب عليها بعدين انتو بتعطوني قراءكم بخانة التعليقات بحلقة مفتوحة الطول فجهز لي مشروبك المفضل لا وتفضل مع بعض الى أنا الزرغام بداية مع اللاوي من العراق من بابل بقال لي سؤالي إليك أني مشجع لريال مدريد ليش أحس حالي مشتاق للفوز بدور أبطال أوروبا السادس عشر يا إلهي وكأنه مصار عشرين سنة مفايزين فيه قوة سما بالله أحشي صدق ما جاي أبالغ أو أمثل دور المتكبر ما جاي أحس بالشبع بالبطولات رغم أني مشجع للريال من 2006 إلى الآن وعشت كل البطولات اللي فاس فيها ريال مدريد أتمنى تجاوبني وأاسف على الإيطالي أحبك في الله أحبك الله يا صديقي علاوي والله يشوف أول شي نصيحة مني إليك بجد كونك أنت مشجع من 2006 فاستمتع باللحظة حاليا استمتع عيش عيش اللحظة لأنه إذا بتعيش فعلا مشجع من 2006 فأنت بتعرف أن الدنيا دولاب الدنيا دوارة يعني أنت شفت ريال مدريد لما كان ما يعرفت أهل بعد دور السلطعش خلاص دور السلطعش انتهى دور الأبطال خالصين يعني ورجع عاد عاني بالدور المحلي وبالكأس ومن هذا الكلام فالدنيا دوارة نصيحة من إليك استمتع باللحظة أنت اليوم بتعيش طب 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 قمة كرة القدم وما بعرف إذا في شيء ممكن يحقق هاي العظمة حتى ريال مدريد نفسه هل ممكن يرجع يكرر هذا الشيء ويعيد هيك هيك مرحلة بنعيشها نحنا حاليا وما بنعرف أم تنتهي يعني لوين رايخين ما بنعرف يعني أنا متخيل لو هذا الشيء ما حصل هاي هي المرحلة اللي بعيشها ريال مدريد حاليا وحقيت لك أنا 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 أنه في ناديا حيعمل هذا الشيء حتى تقول لي مستحيل ولو كان ريال ممنطقي هاي الاستمرارية فنصيحة من إلك استمتع وعيش اللحظة يا كبير نصيحة من إلك ثاني شيء هلأ مرة كنت أنا بذيقاش مع أحد أصدقائي عن موضوع أنه أغلب المشجعين بتشعر في شيء بيشبه فيهم بيشبه أنديتهم مثال ما نقاصة شيء طبعا بالعكس هذا الشيء يعني توصيف للحالات بيكون مثلا المشجعين الأندية اللي بتكونوا تنتصر كتير مكتسحة بدورها كذا أو بالأبطال أو إلى آخره فبيكون عندها هذا التفكير والعقلية الجبروتية نوعا ما المشجعين اللي بيكونوا مثلا أنديتهم قلها قصة بيحبوا هن التفاصيل بيحبوا كذا بيحبوا كذا فبتلاقيهم هن من النوع اللي فعلا بيحب يفصل بكل شيء حتى بكلامه مثال محسوبة كون أنا أحب فصل كتير يعني كمثال يعني وهذا الشيء عليه دراسات مو كلام من عندي طبعا الأندية اللي بتشعر أنه قلها قصة اجتماعية أو سياسية أو عاطفية ببلدها فبتشعر أنه جماهيرها أغلبة حول العالم هي نوعية جماهيرة عاطفية بشكل كبير وقيس على هذا المنوال سدقني هذا الكلام اللي حكيت لك بالأخير يحتاج بحث لوحده ومصيحة بحث عنه كتير ممتع وفيه تفاصيل ما ذكرت ولا حتى واحد بالمية منها أما زمرون عد منصور فأيضا من العراق بإلي المتابعة من 2018 سؤالي لماذا يرفض زبا مندي الكبار ليفربول باييرن آرسنال منشستر يونيتد فهل هذا منطقي هل ينتظر لاعب البرسا أو الريال محبتي محبتي إليك يا صديقي لا ينتظر للريال ولا البرسا لأنه لو عم ينتظر نادي كبير فهو كان رحل من زمان لما كان عم يفاوضه قبل سنتين الباييرن ثم من سنة آرسنال وليفربول وإلى آخره فكان رحل ما بتوقع أنه عم ينتظر الموضوع بيظني أنا أنه هو نفس مبدأ فكرة نيكو ويليامز أنا على فكرة عندي سكريبت لحلقة هي الحلقة الوحيدة اللي أنا من اللي مجهزهم ما صورت منها أبداً تماماً عن فكرة نيكو ويليامز واللاعبين الباسكيين بشكل عام فأنت حالياً حتحرق لي الحلقة كلاياتا يعني وبجوز ما صورها فعلاً يعني أنه أنت كلاعب باسكي الآن متواجد راتبك مرتفع تمام؟ هلأ الريال سوسيداد هن بسان سيباستيان فهن بإقليم الباسك باسكيين فكل الشروط مجتمعة أنه يبقى هلأهم شي هو عم يلعب كرة قدم جيدة؟ أي جيدة؟ طيب راتبهم مرتفع؟ واو جداً يعني رواتب لاعبين قيم الباسكيين بشكل عام جيدة جداً ربما زبامندي مانو مثل ويليامز مثلاً لكن رواتبهم جيدة يعني تكفيهم للرفاهية المطلقة هن وأحفادهم حتى يعني شيء عالي يعني كم نحسب نحكي الآن اجتماعياً ومادياً وكحياة نحن يعني فتوفر كل الظروف أنه يبقى ليش لحتى يرحل؟ منهم اضطر بالأساس يرحل؟ احنا الآن ما نفكر بعقلية اللاعب بحد ذاته ثاني شيء الموضوع اللي بدك تنظر له من زاوية تانية وما حفصل كثير بهذا الموضوع هي المدرسة الإسبانية المدرسة الإسبانية أغد كثير شوط كبير وتقريباً شغالين على أنفسهم وهذا شيء حكيته بحلقة الأسبوع الماضي اللي فات وكلام الأسبوع الماضي نصيحة يراجعوا الكلام كان في سؤال عن المدرسة الإسبانية واكتساحها وأغدة اليورو والأندية وكذا ومن هاد الكلام وقته كان في سؤال عن المدرسة الإنجليزية فأنا عملت له كيف شغالين الاثنين مع بعض نازم الشخص يعني لازم يتابع اللي تكلمتوك بالأسبوع الماضي المهم فلذلك هنك عقليتهم بشكل عام بالأندية الإسبانية إنه ليش لا لو بتقدر تحافظ على لاعبينك في حافظ أبقى نحن بأي لحظة من ننطفض بأي لحظة ممكن نصير فتقريباً هي هي الحالة بشكل عام أنا لاعب جودتي عالية النادي اللي بلعب فيه جودته عالية ريال السلسداد بيقدم كرة قدم جيدة جداً على يعني بيثوم مبالغة اليوم هو أفضل كرة قدم تقدم في إسبانيا كلها آه ريال السلسداد اليوم أجمل كرة قدم في إسبانيا اليوم بهاي اللحظة أجمل وأمتع وأكمل كرة قدم تكتيكياً في إسبانيا ما نحكي نحن ما في مثل ريال السلسداد اليوم فأنا ليش لحتى أخرج ماني مضطر راتب عالي جداً كل أموري ممتازة من جميع نواحي وعايش بين أهلي وعالتي فماني مضطر أما عبدالله فبيلي سلام عليكم أخناسيهم أنت مبدع كثيراً لذلك حد أنصحك أنك تطلع في برنامج ما أنتمان مع الأخ طلحة يعني تتواصل لأنكم بتكملوا بعض وبيدي أشوف أفضل محللين عربيهم في برنامج واحد وروح أعطي دفعة لقناتك متأكد أنها تستحق دعم أكتر من هيك وشكراً وعندي سؤال ليشترين هام ما يكون منافس على اللقب وهو عنده جودة عالية هاي السنة سون سولانكي جونسون ماديسون روميرو وبيدرو يورو وغيرهم وعنده عمق دكة ممتاز برأيي عنده سكواد أحسن من يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ويقارب سكواد ليفر بول وخاصة مدربهم بوستيكوغل وشكراً حياتي يا صديقي طيب بالنسبة لأول سؤال أنا بتشرف طبعاً بجميع الأخوة بكل تأكيد وطبعاً لو حصل فرصة ما راح أطلع بإذن الله تعالى لو حصل فرصة فأنا ما يعني لما يحصل طبعاً ما عندي مشكلة مع أيحدة كان لي تجارب سابقة يعني كان في تجارب تجارب لطيفة يعني سواء كان مع معطصة سابقاً خارج يوتيوب طبعاً مع محمد عواد استاذنا الكبير يعني ما شاء الله عنه وما عندي مشكلة حتى صديقي بالنسبة لأخونا طلحة أحمد ما عندي أي مشكلة يعني لو صحت فرصة بإذن الله تع على ما عندي مشكلة بهذا الموضوع بالنسبة لأ سؤالك عن توتنهام بالنسبة لأ توتنهام ليش ما يكون منافسة للقب صديقي حلقة توقعات الدوريات الخمسة الكبرى أنا نزلتها البارحة البارحة نزلت ومصورها من قبل أسبوع تقريباً أو ما بعرف أي متى أنا صارت ضيع بالأيام بصراحة أنا ما ذكرت اسم توتنهام هوتسبر أنا ما ذكرت اسمه حتى بالحلقة متخيل لهذه الدرجة أه ما ذكرت اسمه لهذه الدرجة خلينا أول شيء خالفك أنه عندي رحفظات فكرت أنه عنده سكواد مرعب أفضل أنت مرة من أستونا فيلا وكذا؟ لا، لم يفranchى أني سامحني أستونا فيلا متكامل أكتر يعني متراصص أكتر ولا أستونا فيلا وين؟ صراحة، وين حتى أستونا فيلا وأنات السكان لها أعمل إستونا فيلا لاعتقد ما عمل ألاعب سامحني هل لا أتقال مرة يعني أما توتنهام عنده العيبة أكيد فإن هتقال أما أن نظرف الموضوع في هذا زاوية الثانية. ولا أ biscuit أنا حتى لا أذكره اسمه هم متوجدة هذه السنة حتى لا أيrashiplli ورنبت توقبيت المركز لـ حلقة البارحة. لكن انظر للموضوع من زاوية تانية نصيحة مني لك. تويتن هام هوتسبر اظن هو اظن اكتر نادي بيدخل ملعب اموال بالعالم. اظن. اظن هو لحد الان. يعني في انجلترا متأكد. اسم ما بعرف زي بالعالم لا. ولا لا. انا ما بعرف زي ستانتياغو برنابيوكتمل او لا. يعني موضوع الدخل الخاص فيه. بغض النظر يعني هو المهم خمين اكبر اتنين بدخل الاموال بالعالم. ففي اموال هائلة. اموره ماشية. سمعة كبيرة جدا. بانجلترا واوروبا. ما قلنا نحن بالوطن العربية يا جماعي. مو بس نحن مشجعين كورة القدم في عالم كامل. تويتن هام عنده شعبية. بلندن واو عنده شعبية جارفة. دخل خارق. ملعبه من احدث يعني واحد من البرغاندات العالمية ملعب تويتن هام. وحاليا ممكن ترعاه جوجل ويصير اسمه ملعب جوجل اتخيل له اي درجة يعني. ففي دخل خيالي. الموضوع والعلاقة بالسياسة وامور ما بدي احكي عنها معلش. بس عنده دخل كبير. فكادارة نادي انا بحاول اشرح لك كيف تفكر عقلية الادارة. انا متواجد في الصورة. دخلي كبير. اموري ممتازة. متواجد ضمن قائمة التوب سيكس خلاص. بينحكي عني في اموال داخلة. خلاص. فهن لما دائما انت يكون عقليتك هيك كادارة. كيف بدك تتوفق مع ادارة مع لاعبين ومدرب. يروح يجلب لك القاب. يعني ما هو دم المشروع الادارة حتى. ما بيفكروا بهذا الشيء. يعني اوكي صار شيء صار ما صار عادي يعني. يعني وصلنا نهاية دورة ابطال الرب بخسرنا. يا لطيف عظم اعظم انجاز بالتاريخ. بنظرهم هني خلاص. وبس انتهى. فهي فكرة 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 عقلية ادارة بحد ذاتها. فبتنتقل للملعب. تنتقل عندك للرياضة. اذا ما في ادارة بدها شيء. انا ما بدي شيء خلاص ما بدي شيء. المهم اموال جاي والامور ممتازة. طيب انا كلا. يعني مين بده يجلب لاعبين يعمل مخطط يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا. ما في حدا. مو شغالين على هذا الشيء. بشكل يكفي. ربما يتحول ويغيروا ويعملوا شيء ربما. لكن اليوم لا سامح. اما السؤال بعده من ام اتش بيلي سلام عليكم كابتن. رأيك بالدورة الالمانية هل سيكون تشابي الانسو مرشح مثل الموسم السابق? رأيك في نوري شاهين وطريقة لعب دورتموند. طريقة لعبه مع دورتموند. رأيك في كومباني مع الباييرن. اتمنى توضيح طريقة لعب كل مدرب واسلوب اللعب الذي يعجبك من بينهم ومن الافضل بينهم من وجهة نظرك. تحياتي يا صديقي. رأيك بالدورة الالمانية هل سيكون تشابي الانسو مرشح هذا الموسم؟ اكيد مرشح. قولة واحدة مرشح. رأييي بنوري شاهين وطريقة لعبه مع دورتموند. نحن ما شفنا نوري شاهين لسه ولو مع دور. يعني ما ما تابعناه لسه. لكن خليني خبرك ان نوري شاهين كان شغال بتركيا. انسيت اسم النادي سامحني. وطلبه المدرب السابق اللي نعب نهاية دور الابطال طلبه انه يأتي الى دورتموند. عشان هو كان محل البيانات على فكرة. محل الاداة محل الاداء. عفوا محل الاداء هو محل الاداء بالاساس. فجلبوا ان انا بدي هذا الرجل ضروري. طبعا هاي الرجال اللي بتشتغل بالظل. ما هو فقط المدرب. هذول الرجال اللي بيكونوا شغالين وهنا اللي بيدربوا الفريق. فعلا تم استقطابه وبعدين رحل المدرب والان تم تعيين نوري شاهين استلم مكانه مباشرطا. فاحنا ما شفنا شيء لسه يعني عمليا ما شفنا شيء. لكن شايف الافكار كلها اللي لعبت بنهاية دور الابطال امام ريال مدريد هاي افكار نوري شاهين. يعني ما دخل المدرب هي افكار نوري شاهين. طبعا اكيد المدرب له دور اكيد اكيد. لكن اغلب الامور وطريقة اللعب وكيف كان يضرب عمق ريال مدريد ويخترق كانت كلها افكار نوري شاهين. فواضح انه في لمحات جيدة. بالنسبة لكمباني كومباني ما عندي رؤية واضحة عنه بصراحة كثير يعني. لكن كومباني بتشعر انه في فجوة حاليا بينه وبين الادارة. لانه مباركا في تقرير خطير جدا يعني خطير خطير بي ذات لتك. انه هو كان مصرع على الادارة انه ما يخرج دي لخت. فهالادارة اصارت انه بده يخرج. طيب هاي الفجوة بتخوف. فهم بنوقف. احنا ما منحكي تكتيك هون لحظة. في فجوة كبيرة. يعني اتمنى انه هذا الشي ما يأثر. بكل تأكيد. فانا ما خفصل كتير اكيد بكل مدرب اسلوب لعبه. لانه متل ما حكيت لك هي حلقة اسئلة اسبوعية. وبالنهاية احنا ما شفنا المدربين التانيين. لكن تشابه انا بكل تأكيد معجب فيك. اونا شفنا وتابعنا. ومتوقع له لسه الزهار اكتر اذا استمر بنفس النسق. باذن الله تعالى. وبالنسبة للتوقع الى بطل الدور الالماني. فحلقة توقعات وحرق الدوريات نزلت من مبارح يا صديقي. اما السؤال اللي بعده من ما بعرف شو الاسم. بس سيمو مكتوب. سلام عليكم يا ابو عمر. سؤالي هل هو في التينية يشبه نوعا ما توني كروس وفي نظرك. من هو اللاعب الذي يشبه كروس في نمطية لعبه وشكرا. تحياتي يا صديقي. حياك الله. اتكلمت عن هذا الموضوع مرتين سامقا ممرة في فيسبوك. دائما بكرر بالبث المباشر. انا لحد الان موجود البث المباشر على الفيسبوك. وكل فترة ان شاء الله تعالى بحاول اخرج معاكم بث مباشر سواء على الفيس او يوتيوب. نتكلم من دردش مع بعض عن هيك. امور يعني منسترد اكتر اكتر ان شاء الله تعالى. بس في تينية يشبه نوعا ما توني كروس. لا في تينية اشمل في تينية اقرب لآآ مودريج. يعني في تينية مودريج تقريبا نوعا ما. نحكي كا اختلاف كبروفايل لاعب. هو اقرب لاموريج في التينية. تمام؟ فهو ميشبه توني كروس. لأ. فيه من توني كروس؟ عفوا. فهو اشمل. هو كما من مودريج. يعني انت الان كريال مدريد انت بدك تعود مثلا لو لو هو انا مو سؤالك هيك بس بالبث المباشر تم سؤالي. انت بدك تعود توني كروس؟ لا اعوض مودريج من الان خلاص. ما هو مودريج بيشبيل لك توني كروس كمان يعني توني كروس وافضل منه كمان. فأنتي حاول تعود مودريتش هاي الفكرة. عالزمن الطويل لا حتى يدخل لي بعض في مقارنات وكذا بعرف توني كروس افضل من فيتينيا. كبروفايل وككهرير ومسيرة بعرف اكيد يعني. عفوا كمسيرة. مو كبروفايل لاعب. لكن ان فيتينيا لا ما بيشبهها توني كروس في لفل اعلى نوعا ما. كشمولية كشمولية. انا ما عم اقول فيتينيا افضل من كروس. هاي الحساسيات انا بنشأ منها افتين يعني. تمام? فالان مين هو اكتر لاعب بيشبه توني كروس? نوعا ما تشاكا. يعني تشاكا هو اقرب لاعب بيشبه توني كروس. الفرق بيناتهم ان كروس متحفظ لخلف نوعا ما ما بيحب كتير يتقدم للامام. ونوعية نماطية لعب ريال مدريد لما كان يلعب بالريال كيف كانت ماشية كانت خلاص مريحته بهذا البروفايل. تشاكا بس انه بيشبهه بس يحب يتقدم الامام بشكل اكبر فهني اقرب رفايلين لبعض نوعا ما انا خطر وعبالي وانا بصور حاليا. اما سؤال اخير بان السيبران فبقال لي هالريال مدريد يخرج بموسم صفري بسبب النجوم وعدم التفاهم بيناتهم? لا. ومن فوت مع بعض على فيسبوك منشوف انه اول سؤال معنا هو زياد مدريد. مدريد مكتسح يا جماعة مكتسح كل الاسئلة. متل كل اسبوع يعني لكم انا. رغم اني واثق انك ما رح تقرأ تعليقي هل تعتقد انه مارتن اوديغارد هو الحلقة الناقصة في ريال مدريد? لا. ايضا لا يا صديقي. الحلقة الناقصة بريال مدريد حي ممكن يكون مارتن اوديغارد لو ما كان عندك جود بلنجهام. لانه مارتن اوديغارد اليوم وصل لمرحلة في فريق كامل ما بني حوله. فهو انت الان تجلبه هل حتبني فريق حوله? هل انت فريق استحواذي? هل انت فريق بتمارس الضغط العالي والعكسي? لا. انت بتلعب بالنقيض تماما. فانت ما فيك تبني حول لاعب مثل مارتن اوديغارد. انت بتبني حول جود بلنجهام. حول الانطلاق من الخلف الامام. فانت في مدرستين مختلفين تماما. هنا النقيض لا يشبهوا بعض. ما في شيء بيجمعهم اساسا. فالآن مارتن اوديغارد وصل لمرحلة. لا هو بتبني حوله فريق. فانت لما تجلب مارتن اوديغارد انت عندك ارداغولير. فاذا انت لحت تتخلى عن ارداغولير وعن جود بلنجهام وحتبني الفريق حول اوديغارد بمدرسة مختلفة تماما. فلا ما هو. عندك كمشة لعبين بهذا المركز ولا يشبهوا اوديغارد حتى يعني. او بيشبهوا بس عم تمارس معهم اللعبة بطريقة مختلفة بتخدم طريقتك. انت كريال مدريد لازمك شيء بالنص الدائرة من الخلف. انت هذا المركز دي بدك يا ما له علاقة مارتن اوديغارد نهائيا يا صاحبي. الحلقة اللي ناقص عندك اقرب لمركز الوسط الدفاعي او المحور المزدوجي. وضيفة عليها انه الفريق يضغط بشكل افضل. وهذا اللي ما رح يحصل. اما سليمان فبي لي لو خيروك بين نعبين اثنين لفريقك ارسنال. مين رح تختار نيكو باريلا او فيدي بالفيردي. انت سؤالك محرش جدا 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 جدا. وهو انا بعتبره في شيء من الظلم اجحاف يعني. نيكولو باريلا ما بيشبه في ديفالفيردي كثير يعني. نيكولو باريلا استحواذي اكتر قوي على الكرة اكتر بي بيساعد بعمليات الاوفرلود الاوفرلاب بيعمل مية قصة تكتيكية. في ديفالفيردي بيلعب بغير سيستم تقريبا. لكن لو سألتني قبل سنة تكتيكيا ربما اختار باريلا. لكن اليوم انا اليوم مين بيختار فريقي مين نقص اصلا. لأ انا هروح مع جواب ميكل ارتيتا نسأل ميكل ارتيتا نفس السؤال من اسبوع او عشرة ايام تقريبا. فقال له الصحفي لو حتختار لاعب فقال له في ديفالفيردي. ما خلاه يكمل. يعني هو ما خلاه يكمل. قال له في ديفالفيردي في ديفالفيردي في ديفالفيردي هيك صار يحكي بالمؤتمر الصحفي. مجنون بفي ديفالفيردي ميكل ارتيتا. واي مدرب في العالم بياخد في ديفالفيردي هو مغمض. ليش? لانه يركب مع اي منظومة. هاد الفرق بيناتهم. باريلا عنده تكنيكال وامور اكتر. بس باريلا بده مين يكمله. فانت شوفه بالمتخب الايطالي لا. انه هذا هو باريلا. اما شوفه مع انتر. عالشال هان اغلو والبقية وكذا لا. اه وين? طب. بتشعر انه هناك عم تشوف انت مودريتش يا كبير. شو مودريتش? معلم مودريتش مع ريكلمي مع زيدان وتحس ضربه بالخلاط وعم تتابع انت. لكن شوفه مع ايطاليا لا. بده مين يكمله. عرف كيف? بالفيردي لا. حطه باي باي مكان زدته شغال. انا بعشق هي نوعية من اللي عمين. اعشقهم عشق بك الامانة. فعلى قولة ميكل ارتيتا بدي بالفيردي. بدون ما نكمل. اما خسي اغوار دي ولا فبيجي لعمل الاصدع بيقول لي سلام عليكم اخوك علي من تونس. حياك الله يا علي. اريد اعرف رأيك على فكرة اليو الى برس اذا لبرشلونا من ميلان وكيازا ونيكو وليامز. وما هي الاسماء التي يمكن ان تساعد برشلونا في هذه الضائقة المالية. شكرا للاستماع وارجل الترحهم على ابي. ارحم الله والدك ووالدي وجميع اموات المسلمين. اللهم امين يا صديقي. شوف فكرة اليو الى برشلونا فكرة اعلامية بحثة فانسى الموضوع نهائيا. بس تعالى تعالى نحكي. نحكي تاكتيك. الان انت كتاكتيك. شو اللي بيخدم افكار فليك? وينيامز بيلعب على الخط وبيلعب بشيء قطري. يعني لكنه بيلعب بنصف المساحة الايسر وليس على الخط. يعني لو كان هذا ملعب. ويليامز بيلعب على الخط. اوكي? ليو بيلعب هم. يعني ما يلعب اكتر. اكتر للجوة. هاد من سمين احنا نصف المساحة. يعني لابن تقسم انت الملعب بطريقة ما. هذا هو الخط هو بيلعب جوة. نصف المساحة. اه ليو. فهو مختلف تماما. ما هو الشيء اللي بده يا فليك. يعني هذا الاسلوب اللي بيلعبه فليك ما له علاقة لعب انصاف المساحات. يعني ما له علاقة فيه نهائيا. فعرفت كيف? فكرة اعلامية بحتي. هاي وجهتنا باري انا. كيازة خيار جيد لانه مو مكلف. يعني كيازة صفقة مجانية يا جماعة تقريبا. صفقة مجانية. تكلمت عنه الباريحة اظن? اظن. تكلمت عنه الباريحة او قبل الباريحة. فهو صفقة مجانية حمليا. يعني ما عندك مشكلة انت فيه خلاص خلي يعني بالفريق ربما ينجح وربما لا. اذا ما نجح فهو اولا شي يعني شو عشر مليون يورو او خمسة عشر اذا كتملت طبعا. اه اه انت مين بدك? يعني مين بتحتاج بالاساس? انت بدك ويليامز قولة واحد النقطة انتهى. من اول السطر. نقطة ما بدك ويليامز حصرا بهذا السلوب اللعب. هل ممكن ينتقل ام لا? سلوك الانتقالات ما اكتمل لحد الان. لكن جوابت قبل شوي تابع سؤال اخونا عن مارتن زوبامندي. تعرف شو قضينك. واليامز ممكن انه يبقى عادي ما حاستغرب نهائيا وما ينتقل ابدا. ففكرة برشلونة حاليا انت بهذا الموسم بحاجة انك تمشي امورك قدر ان كان بصفقات منطقية جيدة تكمل معاك. مو والله انت عم تجلب لعب مجاني بعدين يخرج داني سنة. يعني حاليا لازم انت مثلا انت جربت فلك. لازم تثبته وما تردع الجمهور وتركه خمسة سنين. انا تجلب صفقات ما تكتشف لاحقا انك حتمشي المدرب فهدول اللاعبين ما بيشتغلوا معه. فتبدأ تمشي اللاعبين. ما هذكر اسمها ابدا يعني بس هذا الكلام يعني غصدي. طبعا هذا مو لهم على هنزفليك ما دخلوا هنزفليك. لكن ثبت هالمدرب خلاص تركه سواء كانت شافي سابقا او هنزفليك. تركه ثبته خليه. عشان لما تجلب انت الان لعبين. فبتعرف حالك انه خلاص هدول اللاعبين مناسبين بالنسبة له. وحيبقوا. ولما حتأتي صفقات غالبا المفروض تجي بناء على طلبه او ما يتوافق مع قدر الامكان. بدك حاليا ويليامز اه ممكن تلاعب لازم تدعم بلاعب وسط بمركز المحور المزدوج. لانه انت عندك حاليا بيرنال كاسادو حيقدمه موسم جيد جدا تذكروها مني. لكن جيد جدا ما يعني انه توب لفل. لا لكن جيد جدا بالنسبة لا اعمارهم. فانت محتاج لاعب خبرة معهم يا صاحبي. اما ابراهيم فبيقلي اهلين وسهلين اخي نسيم كيف احوالك? الحمد لله. هل ممكن رحيل مواهب ريال مدريد في ظل التهميش المدرب انشلوتي لهم بالدكة? واعتقد انه تعادل الريال سببه والمدرب الفاشل. هلأ صديقي. شو سبب تعادل ريال مدريد تابع حلقة تفكيك الملك? اه مو الفكرة مكان ريال انشلوتي لا. الفكرة هي اكبر من هيك بكتير. مدرب انشلوتي اخذ دوري ابطال مليون مرة صديقي واخده من شهرين مع ريال مدريد نفسه. ولا يوجد مدرب بيقدر يتعامل مع هذا الكم من من النجوم في ظل كيف كيف تريد ادارة الريال مدريد الا انشلوتي. كيف تريد ادارة ريال مبنى كيف انا والياك ب dichtر 3يل مدريد ان انت يتم الارض وارضية المنعب الا كارو انشلوتي. اه ربما ريكري مثلا. بطب realizل مو الآن. مو الآن skilled Jos music seasons زمان كتير يعني بالطبちは اما حاليا لا اكيد نهائيا يعني. فلا لا لا بس بالنسبة لمواهب ريال مدريد ما الان لعب مباراة واحدة طيب اوكي شو يعني هي مباراة الموسم سبعين مباراة يعني مباراة حكمنا عليه مباراة شرطا لا اما بالنسبة لمواهب ريال مدريد شو قصدك انا ما بعرف انت قصدك اللاعبين اللي بالكاستية انت عندك فريقين صديقي فوق خلاص فبالعكس ريال مدريد حاليا بيستفيد كتير من بيع اللاعبين بشكل اكتر من ممتاز دخله عالي جدا مو كذا اللاعبين اللي حينشأوا اذا يخرجوا لازم يترقوا لل الفريق الاول لا نهائيا هذا الكلام غير صحيح غير صحيح ابدا ابدا انه لازم يخرجوا لا مو لازم انا لو بيعتهم انا عم بيعهم استفيد اموال اوكي عندي فريقين فوق ممتازين الامور اكتر من ممتازة عندي نواقص هون هون اوكي لكن ما عندي الليفل اللي بدي ياب المراكز الناقصة بالكاستية فان خلاص عادي انه بيع بالعكس الامور اكتر من ممتازة استنوا عني مني باذن الله تعالى حلقة بهاي الايام ما بعرف امتى ما ببعدكم ابدا لانه صار عندي تراكم حلقات مصورة وجاهزة اسمه ريال مدريد كيف بني هذا الهيكل شيء رائع هيجبكم باذن الله تعالى اما عبد الناصر فبيقلي سلام عليكم اخنا سيم اذا اللاعب موقع عقد مع الفريق اربع سنوات ولعب ثلاث سنوات وفي السن الاخيرة الفريق باعه لفريق تاني ومع الفريق التاني وقع اربع سنوات هون القروش يعني الاموال بيقصد اخونا بيشيلها الفريق الجاي منه ولا بيشيلها اللاعب يا ريت توضح القسمة بين الفريق واللاعب وشكرا لك تحيات يا صديقي السؤال خطأ يعني انا فهمان شو قصدك انت يمكن اخذت كلام كيف صار مع الكايغون دوغان انه كان باقي وقت فهو انتقل الى السيتي الان شو اللي بيحصل طيب باقي عقده لا اول بالاك انسى لموضوع الكايغون دوغان لحظة انسى تماما وخليني نحتي بشكل عام انا عقدي مع برشلونة مع ريال مدريد مثلا اربع سنوات دخلت بالسنة التانية او التالتة ايا كان ايا كان ايا كان اتا مانشستر سيتي اتفق اوكي انا بدي انتقل والريال مدريد ما عادل مشكلة اوكي صار صفقة الانتقال فانا وقعت عقد جديد بكرة القدم مع مين مع مانشستر سيتي العقد الجديد يلغي العقد الماضي خلاص فما عند فيش اسمه عقده ماضي خلاص انتهت انتهى الامر تماما بس خلصت هذا هو السيستم الانتقالات اختصرت لك يا بكلمتين فقط فلما تنتقل الانتقال هو انهاء لعقد وبداية عقد جديد انهاء يعني خلاص طفيته للعقد عملت له نهائيا انهيته ما عاد موجود للعقد الاساس مسح تماما لو كان متبقي في عشرة سنين خلاص انتهى لانه كده الاطراف متفقة طيب بس مرولة حالة الكاي قندوغان حالة الكاي قندوغان اللي حصل فيها لا يمكن انتقال اللاعب مجانا يعني تنتقل مجانا هذا الشي لا يمكن يعني انتبه لنقطة تاريخيا الناس حتقول الكاي قندوغان انتقل من برشلون الى منشستر سيتي هو لم ينتقل هو لاعب حر تم التوقيع معه كيف لانه برشلونة انهاء عقد قندوغان طيب بس لازال في وقت بعقده فالمفروض يدفعوله تعويض لا اللي حصل هو اجتماع خلاص طعن انهي بالطراضي وهي حالات قليلة تحصل بكرة قدم انه يقبلوا الطرفين طراضي خلاص الكل قبلان وما عندهم اي مشكلة يعني حتى قندوغان ما عنده اي مشكلة اوكي انا بدي انتقل لمانشستر سيتي فتقابلت الاراء واجتمعت متصافتين ما عندهم اي مشكلة فتم انهاء العقد والطراضي فاصبح قندوغان لعدد من الساعات لعب حر يعني اصبح لعب حر وقع مع السيتي مباشرة فعمليا بالاوراق وهذا الكلام ما حتسمعه بالاعلام تم التوقيع معه مجيانا فري اجنس ليس انتقال من برشلون الى مانشستر سيتي ام وفوت معاكم الى يوتيوب منصتنا الموجودة حاليا واسألت يوتيوب اول سؤال من عمران سلام عليكم اخنا سين ماذا ينقص نادي ليفر بول للفوز بالدور الانجليزي وما هو لاعب الذي تتوقع ان يتقلق مع ارنس سوت تحياتي لك من المغرب تحياتي يا صاحبي شو اللي بينقص ليفر بول للفوز بالدور الانجليزي الكثير اولا انت بنقصك اول شي لاعب رقم ستة قولا واحدا قولا واحدا مهما حصل انت لازمك لاعب رقم ستة بمعنى الكلمة وارنس سوت حك كهب عظمة لسانه فاذا ما يجلبوا لاعب بقيمة زباميندي او اكتر فاترحم على ليفر بول نصيحة يعني نصيحة ما تتأمل ابدا يعني بعد ما يتعاقد مع لاعب رقم ستة لم ينتهي الجواب يعني انت بدك عمق بدك انت ما عندك عمق يعني مين بديل صلاح اليوم مين بديل فلان مين بديل فلان ما عندك عمق انت يعني انت اللاعب رقم ستة لم تجلبه بالاساس حتى يكون بديل عندك قول في بديل بتدبر حالك يعني فريمبورد بتدبر حالك به هذا الواتار وما بعرف شو اسمه سيت ن السامحوني فربما يكون عندك عمق اوكي لكن لا انت بحاجة بركز اساسي اللي هو لاعب رقم ستة وايضا بحاجة انك تضيف تطفي عمق على هاي التشكيلة فلا انا برأيي ليفربول بعيدة شوية عن الدوري الانجليزي لاعب اتوقع انه يتقلق مع ارنس سوت فيما لو تقلق متوقع لازلت محمد صلاح يعني محمد صلاح واضح ان الزلمة فايد بفورما مرعبة في كتير من البناء بكيفية اللعب حول محمد صلاح فطبعا يتقلق لا اقصد انه ليفربول لم يكن متقلق ما لم يكن متقلق وسيتقلق لا هو متقلق دائما محمد صلاح لكن هيجيب فورما عالية كتير هاي وجهة نظر وربما تحصل وربما لا واذا لم تحصل وهو ما نقليل نسبة انه يحصل لانه الفريق ما نجاهز مية بالمية لكن مع الوقت لو كانت نظرتنا خاطئة وهذا شيء وارد عادي فانا بتوقع محمد صلاح اما السؤال اللي بعده ففي اليه السلام عليكم من ابراهيم شونة كابتن الحمد لله هل تتفق معي انه سميوني مدرب اتلاكو مدريد حان الوقت رحيله وانسب مدرب لهم هو كلوب لا تتفق انا كلوب بينقل اتلاكو مدريد لمستوى تاني ويكون التوب في الدورة الاسباني نعم يا صديقي انا اتفق معك انا اتفق معك انه كلوب ممكن ياخد اتلاكو مدريد لمرحلة مختلفة تماما مية بالمية لكن انتبه انا اتفق لكن لما اجاوبك الان انا كيف تفكر ادارة اتلاكو مدريد نحن كاة لتلاتيكو مدريد اشتغلنا كتير سنوات حتى نثبت انفسنا في القمة الان اتلاكو مدريد في القمة يعني شاء من شاء وابا من ابا هو في القمة هو من التوب 16 في العالم خلص دائما متواجد في القنة ضمن الاندي ومحل ليان هو متواجد طيب ما ليان خارق ممتازة امورها طيب الان السؤال اللي اللي بيفكر فيه مشجعين اتلتكو مدريد بمدريد بمدريد نفسها مو احنا وكيف تفكر الادارة ايضا ماذا لو رحل سيميوني يعني هي فكرة مخيفة يعني نحن ما نفكر والله لازم يرحل موضوع يلا اوكي يلا شو سيميوني يرحل سيميوني هو اتلتكو مدريد يا صديقي فالرعب عندهم ماذا بعد سيميوني اه لهي الدرجة هو محبوب سيميوني ولهي الدرجة هو قدم لهم اللي بيعرف اتلتكو مدريد قبل اغلب اليوم اللي بشجعوا اتلتكو مدريد حتى بعالمنا العربي هنا شجعوه بمرحلة سيميوني او ما قبل بسنة سنتين فقط مو اكتر من هيك وهذا شيء واضح يعني طبعا طبيعي لانه اللي عمله سيميوني شيء مرعب نقل الفريق ليبل ثاني لكن الان انه هلأ باتفق انا معاك انا باتفق بكل تأكيدا لانه كله بحياخده لكن هون الادارة بتحسبها لأ انا مستقر ماليا اموري ممتازة اكتر من رائعة فانا ليش لحتى خاطر ادخل بمرحلة اني مشي ديوغو سيميوني وربما ادخل بكارثة لانه النجاح غير مضمون ما في شيء مضمون مية بالمية نحنا بنحكي حكي ان انا موافقك لكن كعقلية ادارة لا بتحكي لك لا خلي ديوغو سيميوني وخلينا نبقى خايفين مما بعد ديوغو سيميوني اما سيد شيخ فبيسألني ليش ما نشوف تنافسية اكتر في الدورة الاسبانية وشو يحتاج النادي في الدورة الاسبانية لينهض ويصير من الكبار ويصير في اكتر من نادي ينافس على التوب فور تحياتي اخي نسي تحياتي يا صديقي شوف قبل شوي كمان اتكلمت عن هذا الموضوع عن قوة انت الدورة الاسبانية لا بالعكس اقوياء تكتيكيا كتير وامورها ممتازة وحكيت في الاسبوع الماضي كيف تفكر مدارس الاسبانية بشكل عام لكن سؤالك تحديدا انت ليش ما بنشوف حد اكتر بالتنافسية يعني زخم يعني بنشوف مثلا عشرة بنافسه على التوب فور او التوب سيكس وشو بيحتاج النادي اللي بحتاج النادي اموالي يا صديق بس والله العظيم هذا هو الجواب كامل كامل الفارق لانه بين وبين مثلا البريمير ليج وحقوق البث كيف بتتوزع انت لما توزع حتتوزع للحقوق البث توزيع عادل فبحيث انا كنادي ترتيبي الاخير الاخير اللي ههبط انا لازم اخد مثل البطل مين كان البطل السنة الماضية ريال مدريد ايه لازم اخد مثله مثلي مثله في قسم من حقوق البث باخده انا مثلي مثله قسم يا شماعة مو كل حقوق البث يعني في يكون نصف حقوق البث تتوزع بالتساوي لكل نادي مئة مليون اما هون لأ يعني ترتيبه خامس ما بياخد شي بالدور الاسباني كل الغلة كله بتروح للكبيرين فقط يعني هي مشكلة بالدور الاسباني فليك بتلاقيهم كتير اوايا برشلان وريال مدريد تلاقي في فرق كبير بناتهم فلازم بتوزع توزيع عادل والقسم الثاني بيتوزع وفقا لقوتك انت وعظمتك انت انا ريال مدريد بالنهاية انا مبارياتي شهدت اكتر انا كذا انا كذا اوكي هيك بيعمل بالدور الانجليزي لهيك بتلاقي الكل اقوياء يعني السنة الماضية في نادي من هبط الاندي اللي هبطت بغض النظر النادي اللي هبط السنة الماضية كان عوائده 135 مليون باوند انت بتعرف شو معات هذا المبلغ باوند يا جماعة يعني قد اللي جالب وريال مدريد بدور الابطال هاي هاي الفارق بالتوزيع العادل للعوائد الباث الاول اللي هو مانشستر سيتي اخد 165 مليون باوند او 170 يعني قرابة 200 مليون يورو من حق الباث اوكي تشعرنا في منطقية طيب منين اجت هاي الزيادة لمانشستر سيتي اول شي في مبلغ وفقا للترتيب بيتوزع بعدين وفقا للمباريات التي شهدت بشكل اكبر فانا برأيي الفكرة فكرة اموال يا صديقي لما تتواجد الاموال فيصبح النادي الاسباني ايا كان بيقدر يحافظ على لاعبيه متل ما عم يقدر اليوم بالباوي يحافظ على لاعبيه فلازم بقيت لاندي تقدر تحافظ على هاي المثلا عرف كيف يعني تكون عند هذا الدخل لي خلي خليني لما احكي مع اللاعب انا اخي انا بعطيك راتب اعلى عشان تبقى معاي لكن لما يجي والله اليوم ريال مدريد اكيد حانتقل لريال مدريد لما يجيني النادي من برا اكيد حانتقل لبرا لانا بدي اموال اكتر فالاموال هي العنصر الفاصل اليوم تقريبا بكرة القدم لما يكون معك اموال وتتواجد اكتر بالصورة وتعطي حدي اكتر بالصورة يا صديقي الاعلام هيغطيك اكتر الجمهور هينتبه لك اكتر هيحكوا عنك اكتر فالشركات الرعاية هينتبه لك اكتر فحيزيد دخلك اكتر ويصير في اموال اكتر اما السؤال اللي بعده فبقالي شكرا لك على ما تقدمه والحمد لله اني واجهت قناتك تحياتي يا صديقي انت شخص مثقف واعل بكل ما تحمله الكلمة والله العظيم من اتماعنت بفيديو ريال مدريد وشلون حللت ودققت شاهدت بيك الكمال كمال الثقافي الكروية حرام لحد الان قناتك مصاير ترند في الوطن العربي كله وسؤالي مختلف هالمرة هل تشوفنا احنا نستاهل كل هذا التعب وكل هاي الثقافي والكمال الكروي من شخصك الجميل اخوك حسين من العراق اتمنى كل من كل عربي يدعمك ويقدر مجهوتك تحياتي لسوريا التي انجبت نسيم تحياتي صديقي والله تحياتي اخي حسين والله كلامك احرجني لابعاد درجة بصراحة لكن صديقي شوف اول شيء شكرا لكلامك الطيب والعظيم مثلك بمعنى الكلمة والكمال لله يعني انا بس هاي النقطة بحب اركز على الامان يعني لكن فهمانك يعني من باب انه المديح انا فهمانك الان هل انت تشوف انه احنا نستاهل كل هذا التعب صديقي انا لو ما بشعر بداخلي انا بحكيها بجد والله لو ما بشعر بداخلي انا هناك من يستحق ان تقدم لاجل هذا المحتوى كنت بوقفه انا بقصد لما بحلل لما بحكي شيء خارج لترندات وانا هي قناتي اغلب الاشيء ما بتمطلق كتير يعني ما بحكي ترندات ما بحكي بالطريقة اللي بيحبها الجمهور طب يلا وادعس واجلد وابلع كذا ومن هاد الكلام وردات فعل وما بعرف اش سيبنا يا شيخ انا طريقة نظرت لك ورد قدم مختلفة نوعا ما بحب افصل اكتر بحب اضع النقاط على الحروف اضع كل شيء في سياقه الصحيح فلو لو اني لم المس انا هناك لو على الاقل كتلة مجموعة حابين هذا النوع من المحتوى فانا بوقفه صدقا فانا نعم هناك من يستحق بكل تأكيد يا صديق ان تستحقوا اكتر صدقني لكن ولو بقدر قدم اكتر كنت بقدم كنت مع كل مباراة بقدم لك هذا النوع من التحليل صدقني لكن هذا شيء صعب لانه هذا النوع بيحتاج دائما اقل شيء 48 ساعة حتى يتحضر اقل شيء لا يمكن مايكل كوكس هو تقريبا رقم واحد بالتحليل بالعالم لا يمكن ان يحلل مباراة بين اي فريقين خلال ساعات ولا سبع ساعات لا يمكن لازم يستغرق 24 الى 48 ساعة حتى يقدر يحلل هاي المباراة الموضوع ليس سهل ابدا فاللي بنخرج نحن بنحكي بعد المباراة هو مجرد انطباعة يعني لا تصدق انه في حدا شخص بالعالم بعد المباراة بيحللها هذا الكلام اسمه انطباعة حتى لو تكلم تكتيك هذا اول اسمه كلام انطباعة تكتيكي لكن انت لازم تراجع المباراة فريم باي فريم لقطة بلقطة حتى تحاول تخرج منها بتحليل اعمق قدر الامكان وهذا شيء غير موجود في العالم في العالم غير موجود يعني لا يمكن هذا الشيء فلو بقدر كنت قدمته لكن لما حقدمه حينزل كل فيديو لكل مباراة بعد 48 ساعة فما حد حيتابعه وهون الاشكال صدقني فلهيك بتلاقيني انا متوزع بين هون وبين شغل تاني ايضا على يوتيوب وحتى غير يوتيوب عشان لانه هي قناة ما بتدخل يعني بهذه الطريقة وهذه المشاهدات ما بتدخل شيء صدقني لكن طالما اني قادر حابقى قدم صدقني يا صديقي وشكرا لك شكرا لك عن جد على كلامك الطيب مثلها اما ابو هادفة بيقول لي سلام عليكم كيف اخبارك اخنا سيمو بيقول ليش برشلونة معاه مشكلة في سلم الرواتب وريال مدريد ما عنده هالمشكلة رغم ارتفاع الرواتب لعبين الريال تمام يا صديقي سؤال رائع 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 جبار جبار بمعنى الكلمة من اين تأتي مشكلة سلم الرواتب شوف صديقي انت اليوم كل دوري له قانون لعب مالي نظيف خاص فيه اوكي خلينا نركز مع هذا الامر ما لنا علاقة باليويفة طبع قانون لعب مالي نظيف الخاص بيويفة يكون دخلك مثل يخرجك وكذا ما لنا علاقة بهذا الكلام كل دوري وكل اتحاد لما بيلاحظ وجود خلل لدى نادي معين فبيفرض عليه قيود معينة يعني بيخاف عن نادي عشان ما يوقع عن نادي الان بحكي لك وجهة نظر القانون كيف قانونيا بيشتغل عندهم بغض النظر انه في بعض الفجوات بهذا الامر انا بشرح فقط شرح مثال خلينا اشرح لك مثال ضروري من خارج اسبانيا قبل ما نرجع بانجلترا الان الان حيبدأ كان المفروض يبدأ ما بعرف زي طبق هذا القانون وفي اعتراض كبير من كبار عندي عليه انه انت مسموح لك تصرف كتلة رواتب بانجلترا خمس اضعاف ونصف ما تقاضعه اقل لنادي يعني النادي اللي هبط بالسنة الماضية اوكي يعني مثلا كان النادي اللي هبط قديش حقق مية وخمسة وثلاثة مليون باوند اوكي مسموح لك تصرف هذا المبلغ ضربه بخمسة ونصف اظن هيك سيستم هوني ففي اعتراض كبير انه لا ترك لي الموضوع مفتوح او اكتر ما بيمشي الحال انا عندي كنت رواتب كبيرة كيف بدي خفضها مباشرة هي مثال ما هندخل بتفاصيله مروا على اسبانيا اسبانيا الان برشلونا لما صار عنده مشكلة الرواتب الغير منطقية ابدا 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 كيف حصلت ايام بارتوميو الرئيس السابق فاصبح يعطي عقود مجنونة بغير منطقية لونجلي 14 مليون يورو بتعرف شو يعني لونجلي 14 مليون يورو يعني راتبة بعد ضرائب قريب 28 مليون يورو ايه شو قلبت ميسي انت لونجلي يا جماعة لونجلي مثال راتبة قريب 30 مليون يورو هو مبابي اعلى الشي بالليجة يمكن هو اعلى راتب بالليجة الاسبانية فلان فلان بوسكتس بيكيس سابقا انا بحكي ناس من زمان ما بحكي اليوم يعني هذا الكلام من زمان يا جماعة رواتب عالية وغير منطقية اساسا الفكرة انه عم هو ما بفهم بشيء بقيارة كرة القدم فعم يحاول يرضي الجماهير وشوفوا انحنا ندفع على رواتب امورنا ممتازة هو عم يعمل عمليات غسيل اموال هو خاصة فيه ما له علاقة فيه برشلونة ما له علاقة ابدا فيه يعني مو ذنب النادي هذا عارف كيف لان لما راحل هذا وانكشفت هاي المصايب كلها لما اتى لابورتا شو حكي لك انه حشيل برشلونة لما اتى لابورتا وشاف الاوراق وشاف كذا فخرج باول مؤتمر حكي لك لا برشلونة يحتاج عملية قلب مفتوح نحن بكارثة ورفع الاوراق كلها للليغة الاسبانية انه تعالي شوف شوف فيه مصايب يا جماعة انتم ما بتعرفوها اساسا يعني هو كمان فضح كل شي لابورتا انه تعالي شوفوا شو عامل هذا اللي قبلي عمل مصايب فالان هون الليغة الاسبانية لازم تتحرك شو بتعمل تفرض قيود عن النادي عشان قدر الامكان ما يوقع تحاول ما تخليه صرف تصرف غير مجنون فانت الان كتلة رواتبك لازم تخفضها لحد كذا لانه عندك مش لكبيرة خفض رواتبك خفض 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 لازم يكون عندك دخل بقدر كذا دخل ما رح اذكر ارقام ما بدي ضيعكم يعني دخل كبير كل ما كبر دخلك برفع لك سلم الرواتب كل ما كبر دخلك برفع لك سلم الرواتب ريثة ما تخرج من هاي الضائقة عشان ما توقع اكتر واكتر تروح تدفع لي رواتب بتخوف تجيب لي ويليامس تعطيه 30 مليون يورو فلان 50 مليون يورو يا لحظة انت عندك اليوم روافع دفع للروافع دفع للقروض دفع لكذا دفع لكذا فدخلك كيف هيكفيك ما هيكفي حتصير تصرف وتسحب قروضة جديدة فحتكون مصيبة لهيك الليجة الاسبانية هون او الاتحاد بيتدخل مباشرة وبيمنعك من انه تعمل هذا الشي اعطيك معلومة صادمة 9 اندي من انديت الليجة لحد الان مقدرة تجهل صفقاتها وليس فقط برشلونة يعني مني يظن انه فقط برشلونة لا 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 بالليجة الاسبانية في كوارث يا جماعة في كوارث بسبب الدخل اه من وقت كورونا لحد الان الاندي بدأت تدمر اكتر اكتر لكن ما حدا منتبه لانه ما حدا بيحكي الى عمين ريال مدريد و برشلونة يا جماعة في 19 نادي أو 20 نادي بالليجة الاسبانية شو عم بتحكو انتو 9 اندي لحد الان مقدرة تجهل صفقاتها لحد هاي اللحظة لحد الان مقادرين سجلوا لعبينهم يعني مو فقط برشلونة فكلهم عليهم قيود ما في غير ريال مدريد نفد نفد بفضل قيادة يعني برابة وممتازة عليهم حتى بكورونا دايقوا كتير فلذلك ما عملوا صفقات فصارت ناس تسب على بيريز هو عرفان شو عم يشتغل انه لحظة يا جماعة احنا ازا عملنا صفقات بيخرب بيتنا والله منهبط منهبط يا جماعة احكي لك بليسان بيريز لان ففي عندك مشكلة بقوانين الليقة بحد ذاتها كان لازم يعملوا انا رأيي لان انتهي الجواب لان رأيي لازم يعملوا مورونة اكتر لمدة سنتين سنة سنتين ما بعرف كيف خليه الاندي يتعرف ستتنفس ويجبروهم على توزيع مختلف بالنسبة لحقوق بث المباريات لازم هاد الشيء يحصل لكن اذا هو المسؤولين عن هاي الشغلة بدون يسرقوا فكيف دون يوافقوا عن هاد الموضوع وحتى الاندي الكبار ما بيوافقوا يا صديقي يعني حكيت لك دائما ريال مدريد وبرشران بيرفضوا هاد الشيء فهي القصة من جيمة عني الجوانب بعدين اعطيتك رأيي واضافة للموضوع اما السؤال اللي بعد من زين بيقول لي يعطيك العافية اخي ناسيم عندي مجموعة من الاسئلة بتمنى تجاوب عليها اذا عندك وقت اول شي شوفي طرق كرمال نشتغل عن نت او للريال او ليه الريال ما بيعتمد على سي بايوس كبديل لتوني برغم من انه المواسم السابقة كان يلعب ادوار حلوة طيب يا صديقي تحيياتي اليك هلا انا بعتذر اني ما اقتطعت سؤالك لانه كتجدا طويل ولا يمكن اني جواب عليه بحلقة وتاني شي لانه السؤالين التانيين هنه موجودين بالاساس بيوتوك يعني موجودين عندي انا بالقناة جوابت عليهم سابقا اوكي فكنت حكي لك انه ما حاجواب عليهم مثل الكرة الدهبية فانا عملت حلقة كاملة عنها موجودة بالقناة والسؤال التاني كمان عليها حلقة المهم بالنسبة للسؤال الاول شو كان نشتغل بظل وضع البلد تحياتي اليك يا صاحبي شوف نصيحة مني اليك سواء احدا بسوريا او حتى برا سوريا بالبلاد اللي امور تعباني ولا تجيل بشكل عام حتى هاد كرام ينطيق على الاجيال اللي بتصعد حاليا استثمر بنفسك قدر الامكان حاول لا تتقيد بحدا الان تحديدا اكتر عندنا ببلدنا لا تتقيد بحدا انا الان ما بعرف برا هاد الباب بابيتي ما بعرف شو فيه ما بتعامل مع حدا ولا بتعطى مع حدا طبعا مع الجيران مع كذا اكيد طبيعي عايش حياة طبيعية لكن ما بتعطى مع حدا ابدا بمجال العمل انا شغلي اونلاين خلاص استثمر بنفسك يعني بحاث انت شو في عندك شيء بتقتر تنفذه تشتغل عن نيت مثلا فيك تقدم محتوى قدم محتوى ليش لا بشتغل انا بشتغل صانع محتوى يعني مجادل اول بشتغل بالمونتاج ولو اطورت اكتر كده بشتغل المونتير فمثلا اذا عندك انت مهارة بالمونتاج اشتغل المونتير اذا ما عندك لكن بتشعر انه عندي شغف في هاد الموضوع تعابع حالك قدي بدي تعابع حالي ستة شهور فضحة لكن عزل عن الدنيا خود قرارات صارمة متما بيعمل الصقر لما بيقترب انه يقطع عمر 30 سنة فبيعتزل 40 يوم بجبل بيكسر منقاره لريثه ما يطلع له منقار جديد وما حدا يشوفه وبيكسر اضافره كمان حتى يسترجع قوته ولهيك بعيش 100 سنة لو لهيك ما كان عايش 100 سنة فاستثمر بنفسك انعزل معلش اضغاط عن نفسك لانه بعد ستة شهور حتقول انه انا هالستة شهور لو تعلمت مهارة فيهم مو كان افضل تعلم مونتاج مثال تعلم اي خدمة فيك اي خدمة فيها تقدم قيمة للناس على الانترنت تقدمها بالمواقع بخمسات بغير من خمسات تعرف عالم في بحث طويل اكيد هاي الحلقة ما هخصصة لهذا الموضوع لكن في كتير ابواب كتير انا بخصص بركزي كتير على صناع المحتوى كتير 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 واي شيء بتعلق فيه يعني فيك تصنع محتوى صناع لا تركز على كلمة مونتاج لكن ربما لانو انا بحبها كتير بصراحة استثمر بنفسك ضيع ستة شهور لانو بعد ستة شهور حتقول يا الله بهالستة شهور انا ما كنت تعلمت مهارة والان بيشتغل فيها والله صدقني استثمر بنفسك نصيحة بها البلد خسول ايديك معلم من الاخر خسول ايديك نهائيا يعني ما تعتمد نهائيا ابدا 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 اما سؤالك التاني شو رأيك كان بصفقة قندقان الريال مدريد كتير انا معها جدا 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 بصراحة كتير مع هاي الصفقة انا قندقان كان ممكن يعمل اضافة لكن حتستفيد معاه بالخلف كتير يعني حيكون ورا كتير قندقان كتير بيعطيك من ورا دي الامام هو اقرب بوكس تو بوكس شامل كتير قندقان لكن بيلعب شدو سترايكر يعني انه خلف المهاجم هو بيلعب حتى فهو يشامل جدا يعني انا مع الفكرة كفكرة لكن ما حتحصل طبعا اول انسب بالنسبة لي حكيت الاسبوع الماضي واقتطعت جزء من حلقة ونزلته كريل وكمقطع قصير لواحده على فيسبوك و انستجرام وربما على يوتيوب اوضم يعني نصيحة اشوف في المقطع الاسبوع الماضي عفوا بحلقة الاسئلة الاسبوعية داني سيبيوس انا كتير بحب هذا اللاعب مثل ما حكيت لك عنده القدرة انه يقدم كتير مثل توني كروس ربما اكتر لكن لازم يلعب لازم يلعب لازم يلعب ما لعب ما حيتطور طالما هم موجود بس هيك بالاسم ما حيتطور لعب فانا جدا مع موضوع داني سيبيوس يا صاحب اما السؤالي بعده من احمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لي انا عندي سؤال كبير او طرح من زمان بدي جواب من اكتر من حلقة يا نسيم لا اليوم ما عم بترد علي المهم لماذا نحن مدريد بدنا لعب طخن من مجموعة انشلوتي بغض النظر عن لقب الاسنين الماضية يعني القاب السنين الماضية لماذا لا نستمتع لتشكيل الفريق على اساس فريق لا يهزم امام مطابي فيني بيلينجهام مودريتش واندريك وباقي اللاعبين سؤال ثاني ليش الحارس بيكون الكابتن هل انت مع ام ضد وهل يكون القائد داخل ارض الملعب افضل من ان يكون حارس المرمى هو القائد وهل تعتقد انه لا وجود لقائد حقيقي بعد راموس في مدريد تحياتي يا صاحبي بالنسبة بالبداية ليش نحن مدريد بدنا لعب طخن هاي الفكرة فكرة جمهور مثل ما حكيت قبل شوي فالفكرة انت بتعتاد خلص انت بدك دائما تكون عم انتصر اخ ما في خسارة ما في تعادل فهي مشلع يعني هي مشلع فكرة بالمجتمعات كلها عنا هاي الاشجال اللي بتظهر حاليا هي بدها فقط انتصارات بدها تحفل على بعضها بشكل دائم تندهد كرة قدم بمعنى الكلمة لا بتشتغل على الاقل من مهلها بتوقع بتتعثر بتتعلم بتشيل بتحط ما بترد على حدا يا رجل يعني كمشجعين ريال مدريد لنفترض مثلا مثال لنفترض انه خمسمائة مليون تخيل ادارة بده تردع خمسمائة مليون شخص اخي حل خلاص انتوا جماهير استمتعوا باللعبة استمتعوا تابعونا نحن نشتغل احنا مكاننا نشتغل ونحاول نطور قدر فكلامك صح يعني كلامك الصح مية بالمية مو بوص صحيح كمان لكن ليش جمهور بيصير بيطلب نحن نبدأ بناحكي وجهة نظر الجمهور او نفهم هو ليش هيك بيفكر لانه كرة القدم معسكرا حاليا معسكرا بيحسب بطولات ومعسكرا بيقدم كرة القدم حلوة وطحن ووين فاغلب جمهور ريال مدريد بيحكي لك ليش نحن ما بنلعب استحواذ كذا 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 يا أخي كرة قدم مو استحواذ كرة قدم فيها الاستحواذ وفيها الدفاع وفيها المرتدات وفيها وفيها كرة قدم أكبر من مجرد نختصرها بكلمة فالشيء ونقيضه هو بيكون مفتقد للمتعة بكرة قدم فبيتعوض بالألقاب فأنت لما تخسر فقط مباراة بالضوجة كتير فردة فعل طبيعية من الجماهير صدقني 100% طبيعية يعني أنا فهمانا ما بحكي أنه هي صح أو خطأ ما في صح أو خطأ بهيك أمور في شيء نفهم ليش عم يحصل هذا الشيء فقط أما السؤال الثاني موضوع مين بيكون القائد صديقي الموضوع جوابت عليه سابقا قبل عدة أسابيع بيتعلق أنه كل نادي بيعين قائد الفريق بطريقته في بعض الأندي وفقا للأخدمية في البعض وفقا للتصويت في البعض وفقا لعوامل معينة مثل العمر في عوامل للخبرة بما يقدره المدرب فما في قاعدة بالأساس ففكرة أن يكون حارس المرمى مثل عندك مانويل نوير مثلا حارس مرمى كمان فكرة مقبولة لأنه بالعكس هو داخل الملعب بالعكس ما هو الحارس داخل الملعب هو دائما بالخلف وشايف كل شيء أمامه مثل مانويل نوير فبتلاقي دائما مانويل نوير هو اللي بيعطي تعليمات أعمل كذا مولر رجاع كذا هو شايف كل شيء بالملعب بالعكس فكرة رائعة لكن مو شرط يعني هي مو شرط تنجح بشكل داعي أما أنه ما في قاعد حقيقي بعد راموس لا يا صديقي ريال مادريد وكرة القدم لأنجبت راموس سوف تنجب متر راموس ولهو نكون خلاص كل شي عندنا اليوم أحبائي الكرام فاطلنا أراكم بالتعليقات تراكم على خير بإذن الله تعالى لسبوع القادم والسلام